اشتركوا في القناة احبس بنتا عندها مش عارف كم سنة يعني الموضوع الحقيقة بيخلينا نتكلم ونقول هو احنا نبتدي من الصفر تاني ولا نبتدي من تحت الصفر طب منرجع بقى للي فات استاذ حازم منير اللي كان معنا قبل الفاصل على طول سأل وقال هما الفراعنة مش كان عندهم دستور ولا كانوا بيكتبوا دستور ازاي منرجع الفراعنة بقى ها دي اهو ده موضوع فكرتنا النهاردة عشان حنرجع للتاريخ ونعرف عشان نفتكر كويس قوي احنا كنا فين وبقى اينا فين حيكون معنا منوانا الدكتور وسيم السيسي وهو الباحث في علم المصريات واستاذ المسالك المولية بالمستشفات التعليمية صباح الخير يا فندم صباح نور اهلا وسائل بكم صباح الخير يا فندم وطبعا في مقال لحضرتك نشر بتاريخ واحد وعشرين اربعة الفين واثنشر بعنوان جواهر التجان ما لم تتخص من معدن الدستوري غير صحاحي عنوان المقالة نفسها وراه الكثير من الأفكار وبرضو الحاجات اللي حدرتك عايز ناقشها فريدت حضرك سريعا تقول لنا المقالة بتكلم وباختصار يعني من البداية بكل أسف الاستفتاء بتاعة 19 مارس اللي احنا المجموعة اللي هي قالت لأ واتهمنا بإن إحنا ضد المادة التانية وإن إحنا بنفرق الشعب وهو أقول آخره المجلس العسكري النهاردة وجماعات الإخوان المسلمين وهو أولا بيقولوا إحنا غلطانين يا جماعة وإحنا أسفين وتلقي يعني لسان حالهم بيقول لعن الله التحالفات اللي تحت الترابيزة هي اللي خلتنا إحنا نعمل كده ونقول لكم قولوا نعم عشان خاطر ومش خاطر مش ممكن بناء يقوم من غير رسمة هندسية مش ممكن تعملي فستان جميل من غير باترون مش ممكن دولة تقوم من غير دستور الدستور هو اللي بيشكل البرلمان القادم شكله إيه الرئيس القادم شكله إيه وده اللي احنا بنحاول نعمله دلوقتي كان فيه دستور رائع سنة 23 مجرد سنة 26 الملك فؤاد أراد أن يغير بعض مواد في هذا الدستور كل القوى السياسية وعلى رأسها سعد باشه زغلول مفجر الثورة بتاع التسعة عشر هبوا ورفضوا وأيّد رأيهم هذا أمير الشعراء أحمد شاو إيه وقال لهم يا جماعة أي قوانين تتعمل ما لم تتخذ من الدستور ومعدن الدستور نفسه غير صحيح وجواهر التيجان اللي هي القوانين اللي احنا بنحكم بيها ما لم تتخذ من معدن الدستور غير صحيح وإحنا ده اللي احنا بنعمله دلوقتي وعشان كده أنا كتبت المقالة وقلت أنه وكان من ضمن أهم أو أهم النقاط اللي كانت في المقالة اللي كانت في مصر اليوم الحقيقة كانت السيادة القانون ودينا بنتكلم فيها قوانين كتير هيلة وعظيمة ومجلس الشعب تاعب نفسه عمارد سن في قوانين ويطلع فيها ولكن في الآخر أخرهم يمكن قانون العزل السياسي كمان اللي ممكن في الآخر وشكله كده يعني حيتفكن في الدور مع أخواته يعني طبعا يتم تفعيل القوانين بالضبط سيادة القانون احنا مش بس نا يتم تفعيل القوايين احنا مجتمع لا يحترم القوايين أصلا ليه؟ ده اللي وصل إليه جونار مردال جونار مردال ده عالم اجتماع عظيم سويدي ولكتاب رائع جدا اسم الدولة الرخوة بيقول فيها أنا عاوز أعمل زي ألبرتانيشتاين ألبرتانيشتاين فتح عالم الطاقة على عالم المادة في نص سطر قال الطاقة تسوي كتلة في مربع سرعة الضق أنا عاوز أعرف سر تخلف وضياع الدول الغلبانة اللي زينا في نص سطر طلع أنها دولة رخوة قالوا له يعني إيه؟ قال لهم ليس بها سيادة للقانون فقالوا له إزاي؟ قال لهم ثلاثة تعرف فيه سيادة قانون ولا عدد القضايا بالنسبة لعدد سكان كل ما يبعد عدد القضايا بالنسبة لعدد سكان كتير يبقى فيش قانون عندنا 18 مليون قضية بالمناسبة ده هي معنى كده إضرب لو أن كل قضية لها 2 ضد بعض يبقى حوالي 36 مليون نص الشعب بتاعنا ليس له حق في رفق قضايا لأن تحت سنة 18 سنة يعني بس الخلاب تشاكل مع بعض هتقول أنت ما عندكش قضية غيرك عنده 3 و4 المهم؟ كمان وانت صغير كده حاجة يعني نعمل إيه طايم التاني حاجة سرعة البت في الأحكام تالت حاجة قدرة الدولة على تنفيذ الأحكام النهائية وطبعا واضح أن التلاتة دول مش مابضين فسيادة القانون غائبة في مصر وده سر المأساة اللي احنا فيه وليه بقى ما ده السؤال يا فانت كلنا زمان كنا بنحترم مننا النفسية لو إحنا الإشارة حمراء كنا بنوقف لأن الدولة راخوة ولأن الدولة لما فيه كسر للقانون الدولة ما بتقومش من البداية يعني لا معناه نحن لازم نبقى ماشيين بالمصر لا مش معناه هذا سيادة القانون معناها تنفيذ القانون على الصغير والكبير عن اللي له منصب كبير يعني الحضارة البابلية ضاعت لي لأن حامورابي في القوانين بتاعته قانون حامورابي فرق في العقوبات ما بين الهاي كلاس من الناس واللو كلاس من الناس يعني عقوبة الكبير غير عقوبة صغيرة بينما القانون المصري كان الكل أمام القانون سواء بسواء وده سر عظمة الحضارة المصرية لدرجة أن سولون قبل القانون جاء مصر وعاش سبع سنين وخاد القانون المصري ويحكي ويقول أخذني أحد الكهنة وفرجني منزل وقال هذا هو منزل أفلاطون الذي عاش فيه 13 سنة وعلمناه الفلسفة وبعد كده الكهن طبطب على كتح سولون ويقول له أنتم أيها اليونانيون أطفال بالنسبة لنا سولون خاد القانون وسمى قانون سولون وهو القانون المصري جاء روما خادت قانون سولون وسمته قانون جستنيان والألواح الاثناشر جاء نابليون وخاد القانون بتاع روما وسما قانون نابليون جينا إحنا خادنا قانون نابليون ويرجع علينا وعشان كده الدكتور محمود دسوئي والدكتور المسلمي في كتابه العظيم فلسفة القانون المصري القديم وهم أسازها في كلية الحقوق يقولوا هذه هي بضاعتنا وقد ردت إلينا حضرتك بتاريخ عشرة تليتة برضو 2012 كان عندك مقال آخر الحضارة كانت هي عنوان هذا المقال توصد بإيه حضرتك كلمة الحضارة؟ كلمة الحضارة يمكن تفسرها الإنجليزية أكتر ودايما الجزر بتاع الكلمة يقدر يوضح لك أكتر وقت فسيفليزيشن جاءت من كلمة سيفليتي لو فتحت القموس على هذه الكلمة تجد مكتوب قصادها أدب رقة التعامل مع الإنسان الآخر أنت متحضر بقدر ما أنت رقيق التعامل مع الإنسان الآخر عظبة الحضارة المصرية أنها كانت رقيقة التعامل مع الإنسان الآخر بل مع الحيوان ومع النبات كان في الاعتراف الإنكاري بعد الوفاء أمام محكمة العدل الإلهية يقول لم أعذب نباتا بأن نسيت أن أسقيه ماء لم أكن سببا في شقاء حيوان لم أكن سببا في دموع إنسان هذه هي رقة التعامل مع الكائنات الحية كلها حتى النبات وعشان كده هي دي الحضارة والملاحظ أن الحضارة هي التي تجمع بين الناس ليس الدين الواحد وليس المذهب السياسي الواحد وهو أنت شايف مذهب سياسي واحد ودين واحد وشيعي ومسيحية وبروتستانت وارتودوكس وكاتوليك وإنجليين وووالآخر إنما الذي يجمع حتى بين الملحد والمؤمن الحضارة هي السمغ اللي بيجمعنا كلنا الحضارة لأن الحضارة هي احترام الرأي الآخر مش بالضرورة أقبله ولكن أحترمه ونقشه يعني أنا كنت مرة في أحد المتمرات في إنجلترا وبعدين القصادي طبيب هندي فأما جينا وقت العاشا فالويتر بيسأل فالهندي قال له نو بيف قال له أحمل بقرة فبعد ما ماشي بقول له إيه الفكرة تقديس البقرة عندك وبتسم كده قال لي تفتكري إحنا اللي وصلنا للإلكترونيكس دي كلها وانت شايف الهند بقى شكلها إيه هنعبود بقرة إنما نحن نقدس صفة من صفات الإله الذي لا نراه في هذا المخلوق الجميل الوديع الذي لا يؤذي والذي دائما يعطينا الغذاء واللبان والآخر وبعدين هو يعني وضح لي حاجة كانت غيبة عني قال له أنتوا بتعملوا القعران ده السكراب ده وعلى صدرك وما ولا وتفتكر ليه وتقول له ليه قال لي لأنه فيه صفة من صفات الإله هذا الكائن وهو الجعران يتمتع بخاصية اسمها بارثينوجينيس اللي هي التوالد العزري تحطه يبقى اتنين مش محتاج حد تاني فدي صفة من صفات الإله وبعدين قال لي ده أنتوا بتصلوا كان قدوان مصريين يصلوا في صلواتهم أيها الواحد الأحد الذي يطوي الأبد يا مخترق الأبدية يا مرشد الملايين إلى السبل يا موجد نفسك بنفسك زي الجعران فالجعران يحمل هذه الصفة وعشان كده احنا بنقدس السقر كانت نصر قديمة تقدس ليه؟ هو حرف الألف يعني حرف الألف في الهيروغليفية هو السقر وحرف الألف لا أحد قبله والله لا أحد قبله والسقر هو الطائر الوحيد الذي ليس له جفون والله لا يغفى ولا ينام والسقر هو الطائر الوحيد العمر ما ينزل على أرض ولا جيفة ولا ولا هو الطائر النبيل والمجد لله في الأعالي فهو يحمل ثلاث صفات من صفات الإله في قدسيته مصر عشان كده أنا بقترح على القوات العسكرية إنها تغير النصر بالصقر يجب أن يكون الصقر بدلا من النصر النصر بينزل على جيف إنما الطائر النبيل هو الصقر فيجب أن يكون دايما عالي خلينا نتكلم ونقول السؤال اللي احنا عادينا نسأله من أول الحلقة الفرعنة كان عندهم دستور ولا إيه الأخبار طبعا كان دستور وكان قانون تمام كان بقى كتقوانون بقى مسنة كان الموضوع مش إزاي يعني يمكن يمكن نستفيد دانا لسه أعيلك إن سولون جاء خذ القانون من مصر وسمى قانون سولون وعلمناهم القوانين هذا القانون اللي خديته يونان ثم روما ثم فرنسا ثم رجع لنا إحنا وبعدين كان البعاة المصري يعرفوا حقوق يعني مثلا في عقد الزواج كان هناك بند في عقد الزواج على لسان الزوجة إذا هجرتك كزوج أرد لك مهرك ونصف ما جمعناه سويا في حياتنا الزوجي قانون كان إذا صدر عنف باليد أو باللسان من الزوجة على الزوجة لها الحق أن تشكوه ولها الحق أن تطلقه والهو الخلع ده إلى هذا الحد وما كانش فيه محاماة بالمناسبة دي المحاماة دخلت مصر في العصر الروماني وحتى الرومان كانوا يشتكون مدوه كان بيمشي إزاي مدوه كان بيمشي إزاي أن صاحب الحق والي يدفع عن نفسه يعني هي تروح تشتكي هي تروح تقدم المظلمة بتاعتك هي تقدم آه هي مفيش حاجة اسمها محامي أنت مفيش حد يقدر يدفع عنك أكتر مما أنت فيه وبعدين كانت يعني حتى العقوبات هل تعلم أنه كان حين يحكم بالإعدام على شخص طريقة تنفيذ الحكمة غريبة جدا يقول له مثلا واحد قتل يقول له قد لوثت يديك بأنك قتلت إنسان آخر ولكن لا ألوث يديك بأن أقتلك عليك أن تنهي حياتك بالطريقة التي تخترها ويقفل عليه يشرب سم يموت جوعا يموت نفسه بأي طريقة أنا ما موتوش ولكن إذا كانت قتلا لأحد أبويه بعد ما يموت نفسه يحرق وتذر رماده في الهواء حتى لا تتلوث الأرض بهذا الإنسان القاتل لأحد أبويه يهل الدرجات الدرجات آه طبعا إحنا في الفترة طبعا الأخيرة على مدار السنة اللي فاتت من بعد استورة عمين بنسمع عن قيام الدولة الدينية قيام الدولة الدينية وأصوص الدولة الدينية يعني أنا مش عارفة في أي زمن من الأزمنة نجحت الشيخ الغزالي أعلانها من بضع سنوات أعلانها قال الحكم الديني لم ينجح في تسعة وتسعين في المية من تاريخه أكتر من كده إيه؟ هو مرداش يقول واحد في المية واحد في المية اللي هي بتاعة الخلافة الرشيد اللي هي 28 سنة ونص دي هو دي استبعت واحد في النماء في تسعة وتسعين في المية شوفي الأمويين عملوا إيه؟ وشوفي العباسيين عملوا إيه؟ ده يكفي أن مؤسس العباسية اسمه عباس السفاح في أول ليلة قتل كل اللي موجودين من بني أمية وجابهم وقتلهم إزاي؟ ريت بطريقة كويسة دباحهم وحطوهم تحت البسط وبقوا يتعفرتوا تحت السجاجيد ويقول هذا أهنأ عشاء في حياتي وشي كده سمي يابع باس السفاح وطلع جثس الأمويين من أول معاوية الغاية وحراء حتى كان منهم ابن ماروان كان الجسد طري حارق حاجة فظيعة وبعدين هنروح بعيد ليه؟ أعظم عقلية سياسية اقتصادية هارود لاسكي في كتابه الحرية في الدولة الحديثة يقول كل دولة تفشل إنما تفشل بسبب حاجة من اتنين الحكم العسكري أو الحكم الديني الحمد لله احنا بنتحكم بالاتنين ليه؟ غياب أعظم وأروع كلمة موجودة وهي كريسيزم النقد النقد غائب في الحكم العسكري وغائب في الحكم الديني لأن النقد للحكم العسكري أجندة أجنبية وده اللي قاله سيد عمر سليمان شباب التحرير دول أجندة أجنبية والنقد غائب في الحكم الديني أيضا ليه؟ أنت حزب الشيطان بتعارضني تبع حزب الشيطان عشان كده فولتير له كلمة رائعة جدا إن الذي يقول لك اعتقد ما أعتقده وإلا لعنك الله لا يلبث أن يقول لك حين يكون في السلطة اعتقد ما أعتقده إلا قتلك وده اللي خلى برضو فولتير يقول تمنيت لو أتيت بآخر رجل ديكتاتور عسكري وخلقته بمصارين آخر واحد متسربل بإهاب الدين تشوف قدي متسربلين بإهاب الدين عندنا يعني طيب كل كلماتك قرامش أنا المسؤول أنا المسؤول أنا ما تقلقش لا 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 أقلقش خالص بالعكس لأن الأصل أحيب الأوف الأخير بيتكلم عن المجتمع بيتغير أصل إذا بكراش مواجه المشاكلنا ما هو دي فكرة خلاص إحنا مجتمع بيتغير وبيتغير على مدى كل يوم مش رؤية حتى على مدى كل شهر على مدى كل ساعة هكتلي بلد تتحكمت دينيا أو عسكريا هكتلي بلد تتحكمت دينيا أو عسكريا ونجحت هتلر طلع بألمانيا في الأول سنة الثلاثة وثلاثين بايع مصر وبقت الراجل قبل ابن إبراهيم باشا طيب بيقال إن علشان إحنا اتغازينا كتير وعلشان اتغيرت الديموغرافية من الثلاثين معاتش في غازو لا بردو في غازو غازو مصري للمصري ما تنساش دي بردو حلو الكلام بس هذي سؤال إحنا مش فرعنا إحنا احنا دولت مصريين اللي موجودين دولتهم مش فرع نفس الجينات بتاعة مصر القديم لا ما هو بيقال إن إحنا مش دخلنا غزو الفاتح العربي وفاتح الإسلامي والفاتح الإغربي ومام ثقافي كل ده إنما لازالت جيناتك وجيناتي وجينات كل واحد هي جينات الفراعين طيب لما هو كده إحنا عاملين كده ليه؟ لأن الإنسان لأن الإنسان ابن ثلاثة زمانه مكانه جيناته الجينات واحد طيب إنما والمكان واحد ولكن الزمان بما فيه من متغيرات فكرية هو اللي تغير يعني هل إنت من سنة أو اتنين كنت تسمع عن السلفيين والآخره؟ ليه؟ دي كلها أفكار كانت كامنة موجودة أفكار وهابية رملية صحراوية جاءت إلينا وصبغت المجتمع اتغير المجتمع دلوقتي بقى بقت فيه صبغة مجتمع مش كل مجتمع طيب فيه صراع دلوقتي أيوا بس دمعنا كده إنما فيه أفكار جديدة هبت عليك يبقى إزاي بقى الجينات بتاعتنا إحنا لسه متوارسة يعني لسه لأن الكلام ده هو كلام فلاندرس باتري ألا المشكلة في مصر ليس في غزوه المشكلة في مصر هي في الوصول إليها نادر متاجة شعباً متمثلاً في شكله الظاهري بل في طبعيه وأخلاقه ومزاجيه مثل الشعب المصري فالجينات لا زهلت واحدة ليه؟ لأن البحر المصري الكبير يتاهم ويجيب أي وافد على هذا المكان يعني العرب لما جم 641 ميلادية كان عددهم كاستلاف كان عدد مصر كا 24 مليون استلاف يعملوا إيه في 24 مليون؟ ولا حاجة يدوب دخلوا جوه النسيج المصري يدوب يعني إنت لو تتجوز واحدة إنجليزية النهاردة مثلاً ابنك هيبقى نص إنجليزي لكن ابنك النص الإنجليزي ميجاوز واحدة مصرية بقى ربع إنجليزي واحدة مصرية بعدها هيبقى توم الإنجليزي خلاص راحت الإنجليزية من نوها مالاتون ده اللي عملته مصر هن؟ لأن المصر هي البحر الكبير كان يذيب أي وافد وإلا على هذا القياس كنا هنقبقى يونانيين لما جم اليونان رومانيين لما الرومان جم عرب لما العرب جم العرب عادوا متين سنة ماشي بس أكيد برضو فأقول في الآخر ديموغرافية المجتمع المصري أكيد على مدى كل هذه السلوات ومع كل هذه الغذيات والغذاء فكراً بس إنما ماشي الجينات لأ إنت مقردتش الكتاب الرائع بتاع مارغرت كندل علمة الجينات دي قعدت تشتغل من سنة 95 لتسعة وتسعين خمس سنين طلعت بالقاتل الشعب الألماني اللي بيقولوا عليه جنس آري ونقي طلع بزراميت الشعب اليهودي اللي بيقولوا جنس آري ونقي طلع يهود أمريكا زي الأمريكان وبتاع انجلترا زي الإنجليز وروسيا زي بتاع روسيا جات هنا مصري بتقول خط عينات من الكفور والنجوع والقرى والمدر حتى عيادات الأطباء سبعة وتسعين في المية من جينات المصريين مسلمين ومسيحيين واحدة وأنها جينات الفراعين القدماء يبال نتغير ايه؟ نتغير الفكر اللي الوافد علينا الفكر والبهيفر صحيحة بتقول ده لو واحد من أسرتك راح عاش في دولة خاليجية سنتين هيرجي على أختك يقول لها تنقبي بتكلم ازاي من سنتين؟ ايه وسح دارك قلت نقطة مهمة جدا أن الرومان مثلا لما جم وحتلوا مصر أو العرب لما جم وبرضو وحتلوا مصر دخلوا وضيبوا جوه النسيج المصر اه طبعا طيب احنا ليه الأفكار الغريبة اللي عمالة بتجي لنا دلوقتي مدابتش برضو جوه النسيج المصر اقول لك ليه لأن احنا كنا مصدرين للثقافة دلوقتي احنا احنا بنستورد ثقافة احنا كنا اللي بنعلمه دلوقتي بكل أسف فقر أهالينا خلانا نحتاجهم بكل أسف يروحوا يعودونهم سنتين ثلاثة ويرجعوا يعرفون في بلادنا هنا بأفكار متخلفة بأفكار متخلفة مش مختلفة يا ريت مختلفة بالأسف طبعا الحال الحال اللي حددتك بتقوله ده يعني مش الثقافة والتعليم والتعليم الحر ان انا اطلع مش عقلية عبيد اطلع عقلية احراف دلوقتي دكتور واسيم السيسي كلام معك بجد متعة وهو بيخلصش وزي ما احنا استخلصنا في الاخر ان القانون موجود بس مشكلة فعلا فينا احنا تطبيقه وتفعيله وفينا احنا بس نرجو يعني انا متفائل الى حد كبير واني طبعا الثورة دهيا حل بتغلي وطبعا الرغاوة دي كلها تترامى انما لا يصحي الا الصعيد يا ريت للاحسن ان شاء الله بإذنها دكتور واسيم السيسي سيح المشكوك شكرا جزيلا كنت معا نارضة ودايما نكون معا دايما في نهارك سعيد سعيد للأسف وقت برنامجنا خلص وخلص بسرعة يعني بشكرك جدا يشيك انت كنت معا في الفقرة دي نشكر معي اكيد ونشكر معي طبعا ونشوفكو بكرة وفريق عمل جديد واكيد هيبقى نهاركم سعيد سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة